أشهد رئيس البرلمان العربي عدل العسومي بنتائج الجولة الخارجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود لكل من مصر والأردن لسيما على الجانب الاقتصادي في ظل رؤية التنموية الطموحة لولي العهد السعودي العابرة للحدود ثمن العسومي مخرجات لقاء رئيس السيسي وولي العهد السعودي والملك عبد الله الثاني والتي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالتعاون وتعزيز التضامن العربي والإقليمي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتنصيق المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا وتحديات المنطقة قبيل القمة العربية الأمريكية المرتقبة في 16 يوليو المقبل